موسيقى السلام عليكم معكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال موسيقى التواء الخصة لما بتدور الخصية حوالي النفسها سبب من الأسباب فبيلتوي الحبل المنوي الاسبرماتيك كورد وهذا الاسبرماتيك كورد ده بيبقى جواه الأوعية الدموية فالأوعية الدموية التلتوي ويتقطع أو يقل الدم اللي واصل للخصية لما الدم الواصل للخصية يقل أو يبقى يحصل إيه ألم مفاجئ وورم مفاجئ علامات وأعراض التواء الخصية ألم شديد ومفاجئ في كيس الصفن والخصية تورم واجع في البطن أسفل البطن نوزي أنت فومتين استفراغ وغثيان وممكن تكون الخصية وضعها غير طبيعية الخصية مصابة تكون في مكان أعلى شوية أو وغد زاوية كده أو أفقية بدل ما هي نازلة عمودية التشخيص بناخد التاريخ المرضي عشان نتأكد إن دي من التواء الخصية لو لقينا ألم مفاجئ وأتورم مفاجئ وما فيش أي تاريخ مرضي سابق بأدال التواء الخصية بالإضافة أن فيه كشف الردود الفعل اللي هي الريفليكسيز لما الدكتور يقرس أو يحك الفرد من ناحية الخصية كده عادتها للخصية بتروح في ردة فعل تنكمش لكن لو الواحد عنده التواء الخصية الموضوع ده ما بيبقاش موجود العلاج لو التشخيص كان التواء الخصية طبعا دي حالة طريقة ولازم بسرعة نسعى للعلاج لازم خلال أول ست ساعات لو عدى الوقت احتمال كبير قوي إن الخصية تتدمر ولازم تتشال فالطبيب الجراح بيعمل العملية تحت مخدر عام وبعدين بيرجع الخصية الوضعها الطبيعي وبيزيل الالتواء وبيسبت بعد كده الخصية أو الخصية طيل في جدار كيس الصفن عشان ما يحصلش الالتواء مرة تانية وبكنا نكون غطينا بسرعة مرض الخطير والطارق جدا الذي يسمى التواء الخصية وربنا يعافينا ويعافيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة